اشتركوا في القناة من مرفأ القوارب التقليدية القديمة إلى قلب المدينة حيث ستأخذك عبر شوارعها وتغريك بزيارة آلاف الأماكن بعضها يذكر بالأيام الماضية وبعضها الآخر يلقي الضوء على حركة التحديث المتسارعة والملفتة في المدينة هذه المنارة هي واحدة من رموز الخير إنها حقا منارة للهداية فهي مركز الدعوة لغير المسلمين ففوق مبنى من سبعة طوابق تشق عنان السماء تلك المئذنة الحلزونية بجمالها البديع وروعة تصميمها وفيها يتواصل نداء حي على الصلاة للمسلمين وغير المسلمين داعيا إلى الصلاة وشعائر الإسلام ومن قبل ذلك الدعوة إلى النطق بالشهادتين مركز قطر الثقافة الإسلامية مركز يهدف إلى نشر الثقافة الإسلامية وتعريف غير المسلمين من غير العرب بثقافة الإسلام طبعا مفهوم نشر الثقافة الإسلامية مفهوم واسع وكبير وكثير من الناس يحتاجون خاصة من غير العرب إلى نشر الثقافة وتعريف بالإسلام لأن الثقافة الإسلامية ثقافة ثرية وغنية فأحنا في المركز نحاول نستخدم مجموعة من الأساليب والطرق المختلفة لعملية نشر الثقافة الإسلامية منها إقامة معارض سواء كانت داخلية أو خارجية عندنا أيضا معارض دائم نحاول من خلالها تعريف الناس بالثقافة الإسلامية وهذا مهم جدا لاستقطاب الناس لأنها دور كبير في عملية تجسيد الثقافة الإسلامية عبر مراحل التاريخ المختلفة كذلك عندنا قضية مسألة تعليم اللغة العربية وهذه مسألة جدا تستدعي الاهتمام لأنه من خلال تعلم اللغة العربية ممكن خلالها تعلم الثقافة الإسلامية وهذه تستهدف فيها غير العرب وعندهم حرص كبير جدا في تعليم اللغة العربية من خلال الأساليب الأذى نحن نستخدمها المتطورة والمتقدمة في تعليم اللغة العربية كذلك عندنا فنون الخط العربي كذلك هذا باب كبير جدا لأنه فيه فن وفيه عملية إبداع أو فيه عملية المشاهد يستمتع بالنظر له خاصة أن الخط العربي خط غني وفيه كثير من الجوانب الفنية أيضا عندنا جوانب متعلقة بمسألة مختلفة اللي هي برامج التواصل الثقافي اللي هي عملية معرفة تاريخ وحضارة المسلمين من خلال زيارة المساجد لتطلع على المحتويات التعرف عليها فهذه عدة جوانب نحاول في المركز حقيقة نقدم أشياء مختلفة نقدم برامج تختلف عن البرامج التقليدية في نشر الثقافة الإسلامية لأن تحتاج هذه المؤسسات الإسلامية تحديدا إلى أساليب جديدة وحديثة في عملية إبلاغ الثقافة الإسلامية ونشرها والحمد لله رب العالمين نحن لما تجربة الآن في هذا المجال وقاعدين نحاول أن نرسخها والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال وتقديم تجربة مميزة يستطيع أن يتم البناء عليها أيضا هناك استخدام أساليب مختلفة مثل الترفيه الترفيه مهم جدا لأن الحياة المسلم ليس كلها عملية عبادة وصلاة أيضا فيها جانب ترفيه فإحنا أيضا في المركز نستخدم الترفيه في إقامة مسابقات إقامة مباريات، إقامة أنشطة ثقافية تستهدف جميع الشرائح وهذا الهدف منها حقيقة إلى أن تكون مدخل من مداخل التعريف بالإسلام ونشر الثقافة الإسلامية من باب أن نحن ممكن نعمل مباريات بين مجموعة مختلفة سواء كانوا مسلمين أو مهتدين جدد أو غير مسلمين ما تكون عملية متغادة تكون عملية أن الفريق كامل يسعى لتحقيق هدف واحد مشترك من خلال قيادة واحدة فهذا عملية دمج بين الثقافات المختلفة وهذا مهمة لأنه ممكن أن المسلم وغير المسلم والمهتدين الجديد أو هذه الثلاث شرائح أنه ممكن تشتغل وتعمل مع بعض وتستلسعى في تحقيق هدف واحد مشترك من خلال التعاون والتواصل فهذا يعطيهم مفهوم أنه ممكن أن الثقافة الإسلامية تعمل مع الثقافات الأخرى بدون تصادم، بدون عملية، بدون أي إشكاليات بين الثقافات المختلفة فهذه من أحد الأبواب أيضاً التي نستخدمها في المركز وأثبتت خلال الفترة الماضية مدى نجاحها وحب الناس لاستمرارها والرغبة فيها وقد نجحت جهود دعاة مركز فنار في هداية آلاف الأجانب للإسلام من مختلف الجنسيات حيث يعتنق الإسلام سنوياً أكثر من ألف أجنبي بمساعدة دعاة المركز ويتم تحرير شهادات إشهار إسلام موثقة لهم وتنظيم دورات شرعية وعلمية لتعليمهم مبادئ الإسلام فهو يهتم بشؤونهم ويساعد في تعليم اللغة العربية ويوفر مكتبة تحتوي على الكتب والوسائل التعليمية باللغات المختلفة كما يقيم مركز فنار العديد من المعارض والأنشطة للتواصل الثقافي كذلك يقيم معارض للفنون الإسلامية المختلفة ومنها معارض الخط العربي الأصيل والذي يهدف إلى نشر وتعزيز دور الخط العربي في حياة الناس وبيان جماليات هذا الخط كما يقدم معارض الإسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية حقاً إنه منارة ثقافية علمية إسلامية إنه المركز الإسلامي الثقافي والذي بلغت تكلفة إنشائه قرابة 11 مليون دولار وهي عبارة عن وقف خيري وتديره وزارة الأوقاف القطرية من أجل تقديم خدمات تعليمية وثقافية مجانية لغير المسلمين فهو يخاطب كافة الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم